موسيقى موسيقى حياكم الله أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمور حياتنا برنامج نتناول فيه سر صلاح الإنسان في هذه الدنيا وصر صلاح الدنيا مع هذا الإنسان الصدق والكذب متضادان هذا يطمح فيه كل ذي صدق وهذا يبغضه كل ذي شرف لا يريد أن ينسب إليه ولا يريد أن يكون مصيدا عند أولئك الكذابين طيب الذي يبتلى بهذا الكذب ويعرف به ما الذي ينبني على هذه الصفة وما الذي يلحقها ومتى يجوز لنا الكذب ومتى لا يجوز الأصل عدم الجواز لكن هناك استثناءات هذا ما نتناوله معا فاصل ثم نعود لكم بعد قليل حياكم الله مرة أخرى قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من آفة الكذب أن الشخص إذا اتسم بهذه الخصلة نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة كلها وأضيفت إليه الأكاذيب التي تأتي علم بذلك أو لم يعلم بل قد يزيد الناس في الحديث عليه وينسبون إليه حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه فيجمع بين ما عرضت الكذب منه وما ضرّت الكذب عليه يقول الشاعر حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه ما إن سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه ثم إن تحرى هذا الكذاب الصدق اتهم وإن جانب الكذب أكذب حتى لا يعتقد له أي حديث مصدق ولا كذب مستنكر فلا يصدقه الناس ولا يستطيع أن يرجع عن ذلك الكذب أمام الناس بل هو متهم حتى في وجوعه يقول الشاعر إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء وإن كان صادقا ومن آفة الكذاب نسيان كذبه وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا وقد وردت السنة بإرخاص الكذب في حالات بمعنى السماح والرخصة بالكذب في حالات منها في الحرب لأن الحرب خدعة لا يأتي أحد ويحارب ويصريح بكل ما عنده ومنها إصلاح ذات البين على وجه التورية والتأويل دون التصريح به فإن السنة لا يجوز أن ترد بإباعه لم ترد بإباحة الكذب لما في ذلك من التنفير وإنما ذلك على طريق التورية والتعريض كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرف بدرا وانفرد عن أصحابه قال له رجل ممن أنت؟ قال من ما؟ أيضا من قال عندما قال سيدنا أبو بكر الصديق هاد يهديني السبيل وغير ذلك من الأحوال فورى عن الإخبار بنسبه بأمر محتمل فظن السائل أنه عن القبيلة معينة أو بلدا معين أو أرضا معين لكنه أراد صلاة ربي وسلامه عليه الماء الذي يخلق منه الإنسان فكانت تورية وما أحلاها من تورية كذلك قصة سيدنا أبو بكر الصديق عندما كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فتلقاه أحد العرب وهم يعرفون أبا بكر ولا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون يا أبا بكر من هذا؟ فيقول هاد يهديني السبيل فيظنون أنها هداية الطريق وهو يقصد أنه هداية إلى الله سبحانه وتعالى وقد روي في ذلك إن في المعايض لمندوحة عن الكذب المعايض أن تأتي بكلمة تحتمل كذا وتحتمل كذا حتى لا تقع في الكذب وكان يقول سيدنا عمر إن في المعايض ما يكفي أن يعفى رجل عن الكذب خلاص يكفيك في التعريض ما شيئا لا يوقعك في ذلك الكذب وأيضا يقول بعض أهل التفسير لا تؤخذني بما نسيت إنه لم ينسى ولكنه معايض الكلام بأنه يطلق النسيان ويريد الترك يقول ابن سيرين الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب وليعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح والمعوة ويزيد عليه في الأذى والمضوة بأن يأتي الإنسان بصدق ويكون هذا الصدق قبيح نعم يكون في غاية القبح بأن يكون غيبة ويكون نميمة ويكون زعاية هذا مذموم لا خير فيه أبدا أما الغيبة فإنها خيانة وهد كل الستر إنما يحدثان عن الحسد وعن الغدر يقول تعالى وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا يعني كما أنه لا يحل لحمه ميتا لا تحل غيبته حيا وروي أن مرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلتا تغتابان الناس فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صامتا عما أحل لهما وأفطرتا على ما حرم عليهما وروت أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبع اللحم أخيه بظهر الغيب كان حقا على الله تعالى أن يحرم لحمه على النار ويقول عدي بن حاتم الغيبة أو عيون لئام هي التي يأكلونها ويتطولون فيها وكان الحسن البصري يقول الغيبة فاكهة النساك أنها أكثر ما يبتلى به المنتسبون إلى الدين وإلى أهل الدين يقول رجل لابن سيرين إني اغتبتك فاجعلني في حل قال ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك حتى يغلض عليه ويكون الأمر كذلك يقول ابن السماك لا تعيني الناس على عيبك بسوء غيبك أي بسوء غيبتك يقول الشاعر لا تلتمس من مساوي الناس ما ستر فيهتك الله سترا من مساويك واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك لا تعب أحدا ولا تعب على أحد وتظهر عنده عيب هو فيك بل ابتعد عن ذلك وترك وربما أعذر المغتاب نفسه بأن يقول حقا ويعلن فسقة بعضهم يأتي ويقول أنا ما قلت إلا الحق ما قلت إلا هذا الأمر حتى الذي يخفي لكم هذا الأمر وهذه التقوى التي يظهرها أنا أريد أن أظهر لكم فسقة ويستشهد بما روي في ذلك ثلاثة ليست غيبتهم بغيبة الإمام الجائر وشارب الخمر والمعلن بفسقه والحديث فيه ما فيه فيبعد بعد ذلك عن الصواب ويأتي بما يجانب الأدب ويأتي بشر كامل كل ذلك بسبب أنه هتك سترا كان صونه وحفظه أو لا وربما يدعو المغتاب ذلك إلى إظهار ما كان يستره وأن يجاهر بما كان يضمره فلم يفده ذلك إلا فساد أخلاقه من غير أن يكون فيه صلاح لغيره يقول أن شوان عندما أسئل ما الذي لا خير فيه قال ما ضرني ولم ينفع غيري أو ضر غيري ولم ينفعني لا أعلم فيه خيرا فالذي يضرك ولم ينفع غيرك الغيبة تضره ولا تنفع غيره أو ضر غيري بأن أضررته بالكلام ولم ينفعني فكلها متحققة في الغيبة ويقول بعضهم لا تبد من العيوب ما ستراه علام الغيوب الله قد ستراه لا تهتك سترى أخيك بل اسعى إن كان هناك شيء اسعى لتتميمه وإياك أن تكذب وأن تدعي على الناس ما ليس فيه وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قيل أرأيت إن كان فيه قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهدته ودخلت إمرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأشارت سيدتنا عائشة لها بإشارة أنها قصيرة وهي كانت سيدتنا زينب رضي الله تعالى عنهم جميعا فقال مهلا إن لقد قلت كلمة تملأ البحر فهي تملأ ما بين السماء والأرض كل ذلك بسبب الحقوق الحديث في الغيبة وغيرها وما والاها يطول ونستكمل في الحلقات القادمة إلى لقاء آخر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة